السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي ممكن شخص من الحلوين اللي دمهم زي العسل يكون ملتزم وما بيتناول النشويات ولا المأكولات الجاهزة ومتحكم أيضا بكمية ونوعية الفواكع اللي بيتناولها وبيتناول الأطعمة اللي الكربوهايدرات فيها قليلة جدا جدا ومع ذلك بعض الأحيان حتى لو أكله ما فيه كربوهايدرات يجد أن السكر لما يفحص باليوم يعني لما يفحص يوميا بيلاقي أن السكر ارتفع والسؤال من أين أتى هذا السكر إذا كنا إحنا ما أكلنا لا سكر ولا نشويات مين إيجا؟ والجواب أكيد أنه إذا إحنا ما تناولنا نشويات يعني ما أكلناش سكر أكيد أنه جسمنا بيصنعها من مواد أخرى عشان هيك دائما أقول أن اختيار نوعية الأكل مهمة جدا جدا إخواني وأخواتي جسمنا بيحصل على الطاقة من ثلاث مصادر مصدر من هاي المصادر بيرفع السكر بشكل سريع جدا اللي هي النشويات العالية كالدقيق ومشتقاته وكالبطاطا هاي بترفع السكر بشكل سريع النوع الثاني اللي هو البروتينات البروتينات بترفع السكر إذا زادت عن حدها إذا أكدنا زيادة عن لزوم بترفع لنا السكر من غير ما نشعر حتى لو إنها كانت بترفع السكر بالبطيء وبالتالي رح يأثر على السكر التراكمي مصدر آخر اللي هو الدهون الدهون ترفع السكر بشكل بسيط جدا وبطيء جدا جدا يعني لكاد لا يذكر عشان هيك مهم جدا إنه نختار النوعية اللي رح نتناولها أيضا يعتمد على كمية الأكل يعني إذا بتتناول كمية كبيرة أضعاف ما يحتاجه جسمك من البروتينات مثلا لحم طيور لحم حيوانات أي لحوم البيض أي إشي بنتناول بكميات كبيرة هذا رح يتخزن على شكل دهون ورح يأثر على السكر التراكمي وطالما إحنا نحافظين وإحنا في حرب معل السكر بدنا نعرف السبب ليش السكر برتفع حتى لو ما أكلنا نشوية من أجل إنه نفهم الموضوع كاملا عندنا سؤال لماذا نتناول البروتين إحنا ليش بنأخذ بروتين والجواب نتناول البروتين لبناء الخلايا والأنسجة وبناء أعضاء الجسم وعشان ننجح في هذا الأمر في شروط وإلا إذا ما اتبعنا هذه الشروط وفهمناها صح رح يتحول معظم البروتين اللي بنأخذه إلى طاقة على شكل سكر ودهون خلينا نأخذ مثال البروتين الحيواني البروتين الحيواني مكون من سلاسل كثيرة مئات آلاف من الأحماض الأمينية هذا اللي بيكون موجود في جزء البروتين الحيواني عشان الجسم يستفيد من هذا البروتين هاي الأحماض الأمينية المرتبطة ببعضها هاي لازم تتفكك واحد واحد لازم يتفككوا عن بعض بعد هيك الجسم بيحولهم إلى بروتين آخر يستغلوا في بناء الأنسجة والخلايا أعتقد إنها واضحة وإذا واضحة يا ريت تعطوني إشارة من كل المئات هاي الجسم بيحتاج 20 ثمانية منهم ضروريات لازم نأخذهم من برة لازم نأكلهم يعني لازم ندخلهم إلى جسمنا ثمانية أحياناً بيقولوا تسعة أنا ما بده دخلك بمتاهات الهستيدين وغيره لكن نعتبرهم ثمانية لأنه التاسع اللي عليه الاختلاف بيقول لك الجسم بيصنعه اللي هو الهستيدين هذا بدناش نتكلم عنه فإحنا أهم إشي عندنا نأخذ الثمن الأحماض الأمينية المهمة الضرورية للجسم لأنه لما نأخذهم هدول هما رح يكملوا الأحماض الأمينية الباقية اللي هما تكملت العشرين الآن خلينا نشوف قديش بنستفيد من البروتين اللي بنأخذه وشو الشروط اللي المفروض تتحقق حتى نستفيد منه وما يتحول إلى سكر يعني إلى طاقة على شكل دهون وسكر هاي كلمة بروتينات هاي الكلمة مقطعة مقسمة لأنه كل حرف في هاي الكلمة بدنا نعتبره إيش حمض أميني وأحد الأحماض الأمينية كل واحد يختلف عن الآخر وعشان الجسم يستخدم البروتين اللي بناكله ويستفيد منه الجسم ويبني منه أنسجة وخلايا وهاي الأمور وشعره جلده وعضلاته كل اللي بحتاجه الجسم هاي لازم تكون كاملة هاي الكلمة لازم تكون كاملة يعني الثمن أحماض لازم يكونوا موجودين في الغذاء اللي بنتناول الآن لنفرض أنه في حرف ناقص اللي هو حرف الراء حرف الراء هذا مش موجود كم كلمة بروتينات بإمكاننا تكوينها من هذه الأحراب صح الجواب صفر ماذا يعني ذلك معناه كل الأحماض الأمينية أو أغلب البروتين اللي أخذناه هذا راح يتحول إلى طاقة مش راح يتحول إلى عضلات نهائي ما راح يتحول لأنه ناقص لأنه الشرط أن يكونوا كلهم موجودات مع بعض كمان سؤال أنا ذكرت أنه في مئات ممكن الآلاف من الأحماض الأمينية موجودة في البروتين اللي بتاخده لكن خلينا نكمل نفس المثال لنفرض مثلا أنه فيه من التاء من نوع التاء اللي حمض الأميني تاء مثلا في ثمانية ومن حمض الألف في ثلاثة من حمض الباء في واحد من حمض الواو في ثلاثة كم بروتين من هذا راح يستخدم الجسم حتى يتحول إلى عضلات وأنسجة وخلايا كم صحيح ثلاثة فقط والباقي كل الأرقام اللي أمامك التاء اللي هي ثمانية النون اللي هي ستة كل هذا الباقي راح يتحول إلى طاقة على شكل سكر غلوكوز يعني أو على شكل دهون نحاول دائما وأبدا أنه نحافظ على نسبة السكر منخفضة والإنسولين برضو منخفض أو في معدله ومستوياته الطبيعية ونحاول قدر المستطاع أنه ننسى الأدوية نبعد عن الأدوية نحاول قدر المستطاع نخفف منها أنا ما بقول تقطعها مرة واحدة ورجاء إخواني وأخواتي لا تعتبر هذه المعلومات اللي بشاركها معهم هي استشارة طبية لا أنا ما بقول لك هيك أنا بقول لك خليك مراجع مع طبيبك لكن برجع وابقول مرة أخرى وأخرى وأخرى أنت طبيب نفسك وهدفنا أنه نحاول نستغني عن الأدوية ونعيش حياتنا بدون أدوية وبدون مضاعفة في نظامين في هذا العالم ماشيين النظام الأول اللي هو الأمريكي النظام الأمريكي شو بقول لك كل ما بدى لك اللي بدك إياه كله وتعال عندي امرض يعني امرض وبعنين تعال وإحنا بنعطيك الأدوية هذا النظام في نظام ثانية بقول لك لا وقاية كل بشكل معتدل ما تأكل هذا ما تشرب هذا ما تسوي هذا وهيك بتكون صحي إن شاء الله طول حياتك فلا تستمع إلى هذا النظام الأمريكي نهائيا مهما الهرم الغذائي كثر من الفواكه كل ثلاثمائة غرام النشويات كل يوم إنسان نهائي هذا إذا بدك صحة جيدة وحتى الأنسلين اللي بيأخذه الأنسلين بالنسبة للسكر النوع الثاني اللي بيأخذه الأنسلين بإمكانك الاستغناء عنه صدقني النوع الثاني النوع الأول بإمكانك تقليل هذه الجرعات يعني اللي بيأخذ 150 وحدة 140 وحدة 200 وحدة حسب اللي مقدر لك يا طبيب تبعك ممكن تخففهم شوي بشوي حتى لو كنتوا من النوع الأول بتخفيف الطعام والتحكم في الطعام ونوعية الطعام وكمية الطعام اللي بنتناولها اسمحوا لي قبل أن أكمل أن أشكر أبطال عائلتنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهلي السكري أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وأطلب من كل السكريين الحلوين اللي دمهم زي العسل اللي لسه ما انضم للقناة تشجع وانضم وبإذن الله ما رح تندم أعلى غذاء بيستفيد منه الجسم لتحويل البروتينات اللي موجودة فيه إلى أنسجة وخلايا وعضلات وكل الأمور اللي بنحتاجها هو البيض 48% من هذا البيض يتحول إلى أنسجة وخلايا والباقي النيتروجين اللي فيه يطرد عن طريق الكلا والباقي يتحول إلى طاقة وبعدين ما فيه كربوهايدرات يعني البيض الوحدة كمية قليلة واحد أو واحد ونص أو اثنين الميت غرام فيهم ثلاثة غرام كربوهايدرات فأعلى شيء وبيستفيد منه جسمك وبيحوله لبناء عضلات والأمور هاي هو البيض لكن إخواني وأخواتي ننتبه اللي بيتناول البيض لوحده الجسم بيستفيد منه فقط 17% لازم ناخذ البيضة كاملة إذا بدنا نبني عضلات وندير بالنا على عضلاتنا ما تهزم اللي بيأخذوا جسمنا من اللحوم من البروتين بيستفيد منه من البروتين اللي موجود في اللحوم الحيوانات إلى أسماك الدجاج لحوم الأبقار وهلما جرى هو 32% ومن البروتينات اللي بتيجينا من النباتات بيأخذ الجسم أو بيستفيد الجسم 17% واللي بيستفيد الجسم من مصر الحليب 17% طيب كيف نتفادى أنه تتحول هاي الأمور أو البروتينات اللي بناخذها أنها تتحول إلى طاقة على شكل سكر أو غلوكوز وبالتالي ما يرتفع عندنا السكر التراكمي الحل في التنويع لا تاخذ البروتين لوحده بدك تاخذ البروتين بدك تاخذ معه بروتينات أخرى من المصادر الأخرى اللي هي النباتات لازم تاخذ لأنه هذا كل شيء بيكمل بعضه يعني اللي بيكون ناقص مثلا من أحد الأحماض الأمينية ممكن يتعوض من نوع من الألواع الأخرى اللي مولودة في الخضرة عشان هيك دائما بقول أنا ابدأ تناول طعامك بصحن سلطة مخلوط قدمك يعني قدمك دير تكثر بصل ثوم ليمون خيار بندورة مكسرات ابدأ بصحن سلطة أول شيء ما تأكل يعني على الأقل أنا أوصي من 300 إلى 500 غرام على الوجبة اللي بيأخذ وجبة واحدة يزود شوي ما فيه مشكلة اللي بيأخذ وجبتين خليه من 300 إلى 500 غرام صحن سلطة مليء وهذا تبدأ أكلك فيه بعدين كمل أكلك بالأكل اللي مجهزه وبدك تأكله سواء كان بيض مع بامية بيض مع خضار اللي بدكية كمل أكلك وهذا بيكون يعني تقريبا أنت أخذت كل الأحماض الأمينية اللي ممكن تخفف من ارتفاع السكر لما تقيسه كل يوم وبالتالي ما راح تأثر ولا راح ترفع السكر التراكمي ولما تتناول البروتينات سواء كانت دجاج أو لحوم أبقار أو لحوم خرفان اللي هو أي بروتينات من اللحوم لازم ندير بالنا لشيء مهم جدا اللي هو كمية الأكل لا تأخذ أكثر من حاجة جسمك يعني لازم تعرف قديش محتاج جسمك وتأخذ كفاية جسمك من هذا البروتين يحتاج الجسم خلينا نقول غرام تقريبا غرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم فخلينا نقول الوزن الإنسان سبعين كم غرام يحتاج خلينا نقول من ستة وخمسين إلى سبعين الدجاج مثلا الميت غرام شوفي في 16 غرام بروتين الآن ما نأكل أكثر من هيك نأخذ مثلا الميت غرام نأخذ 200 غرام خلينا نقول 200 غرام أو 300 غرام بالكثير لدي صار هيك عندنا صار 48 يعني تقريبا أخذنا كل حاجة جسمك من البروتين ما نروح نأكل نصف دجاجة زي ما كنا نعمل زمان لما نكون جعانين يعني نمر من أمام المطعم أو كذا نطلب كل واحد نصف دجاجة وهذا كثير فخاصة الإنسان اللي يدمه زي العسل هذا ما يحاول يأخذ أكثر من حاجة جسمه وأكثر من طاقته وبعدها أو أثناء الأكل زي ما بدك بتتناول أحد الفاكهة المسموحة كتحلية يعني بتحلب بشوية فواكه مسموحة حبتين توت مثلا حبتين كرز أفوكادو الفواكه المسموحة تنعم فيها الفواكه الممنوعة مثلا الأنناس البطيخ الأنناس زي ما ذكرته في فيديو الأنناس البطيخ ممنوع المرتقال ممنوع وإذا بيجي على بالك مرة خلينا نقول موسمية مرة يعني كل شهر بدك تأكل نصف تفاحة خضرة كل أو تفاحة خضرة ما في مشكلة بدك تأكل تفاحة الأحمر نصف تفاحة ربع تفاحة بدك تأخذ برتقال ربع برتقالة ما تحرم نفسك عشان طعم ثمك لكن يكون المبدأ أنه إحنا ما بدنا نخبص ولازم نلتزم بالأكل اللي بناكله وإذا كنت من الحلوين اللي دمهم زي العسل وعندك عمل شاق يعني عملك شاق ما في مشكلة إذا زودت الكمية وأكلت أكثر لكن تدير بالك وتفحص السكر كل يوم ونفس الشيء للإنسان اللي بلعب رياضة يعني إذا بدك تزود الكمية بس برضو ما تنسى تفحص وإخواني وأخواتي اللي ما بمارس الرياضة ياريت أنك تبدأ تمارس الرياضة في الجيم إذا بتقدر إذا بتقدر تمارس الرياضة مارس الرياضة ممتاز لصحتها وإذا لا تستطيع ممارسة الرياضة في الجيم فمارسها على الأقل رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي إخواني وأخواتي معظم مشاكلنا الصحية هي من الأكل وإذا عدلنا أكلنا وانتبهنا تنحل معظم مشاكلنا الصحية وإلى كل شخص يسمع إلى صوتي من إخواننا الحلوين اللي دمهم زي العسل ولا يتحدى السكري يعني يأكل ما يشاء ويأكل خمس ست مرات في اليوم عنده إدمان كل ساعتين ثلاثة بده يوكل عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري ولتبدأ على الأقل بقطع السكر أولا اقطع السكر أولا وبعدين ابدأ خفف النشوية والحمد لله الفيديوهات في قناتنا كثيرة بإمكانك البحث عن الموضوع اللي بتبحث السؤال اللي بتبحث عنه بس ما عليك في محرك البحث اليوتيوب اللي تكتب الدكتور علي القاسم كذا وإن شاء الله إنك تجده وإذا ما وجدته بإذن الله رح يكون مرفوع أو رح نرفعه قريبا إن شاء الله أشكركم على الحضور وحس الاستماع ومرة أخرى أشكر أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا في قناتنا في اليوتيوب أشكركم من أعماق قلبي وإذا لسه يعني بتشاهدني ولسه ما انضميت يا ريت تنضم وبإذن الله ما رح تندم ولمن يشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وإذا حاب تتعرف علي أكثر ففيديو التعريف عني موجود في صندوق الوصف وإذا حاب إن شاء الله تعرف شو رح تستفيد من هذه القناة وشو رح تتعلم اتفضل أشاهد هذا الفيديو في هذه القناة إن شاء الله رح تتعلم تقريبا كل ما يخص السكري وكل ما يخص الهون الثلاثية وكل ما يخص ضغط الدم وكل ما يتعلق بالسمنة اكتشفت أنه عندي سكري بالصدفة في سنة 2007 بدأت أخذ أدوية في 2011 وفي 2017 انتهى فيي الأمر إنه أخذ أربع أنواع أدوية وكان فحص التراكم عندي عشرة سبعة بالعشرة مع أربع أنواع الأدوية بسبب عدم التزامي بحمية معينة وما بديرش بالي على الأكل فقررت ترك الأدوية وتقريبا درست كل شيء يؤكل كل شيء بتناول وباكله درست دراسة وافية هدف القناة بشكل عام هو أنه نعطيك منظور ومفهوم صحيح للصحة بشكل عام وبنركز أكثر على السكر وضغط الدم والكوليسترول هذا المنظور والمفهوم الصحيح رح يخليك أو يجعلك تتخذ إجراءات وبعض التغييرات الصحية الطبيعية اللي بتدوم مدى الحياة وساعة ما تعرف هاي الأمور رح تبدأ تبحث عن أشياء جديدة وعن أمور صحية جديدة إلك ولصحتك وستتخذ قرار بأنه أنت تتحكم في جسمك مست جسمك يتحكم فيك رح تعرف وتفهم مدى قدرات وروعة جسمك ليس فقط سوف تتعلم كيفية احتمال إضافة سنوات إلى حياتك الأهم أنه أنت إن شاء الله رح تتعلم كيفية إضافة المزيد من الحياة إلى سنواتك ستتعلم إن شاء الله كل ما يخص السكري وتقريبا كل شيء يؤكل ومعلومات مفصلة عنه فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة إلك وبدك تبتعد عن السكري وتبتعد عن ضغط الدم وتبتعد عن السمنة والدهون الثلاثية وما شابه ذلك وتصبح طبيب نفسك نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وبإذن الله ما رح تندم رح تتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي فيديو لأنه ممكن يكون تغيير حياتك في هذا الفيديو أو أنه يكون إجابة على سؤالك وحل لمشكلتك وما ننسى إخواني وأخواتي أنه مش المهم شو رح نستفيد من مشاهدة فيديو أو قراءة كتاب الأهم شو رح يفوتنا إذا ما بنشاهد أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأراكم في القمة إن شاء الله وبصحة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته